وضع رئيس عبد الفتاح السيسي أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في ختام زيارته لمصر وكان زعمان قد أجريا مباحثات قمة أكداخل لها على حرصهما على حماية الأمن العربي المشترك وضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق نار في قطع غزة قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت من مطار القاهرة الدولي وذلك في ختام زيارة الدولة التي أجراها لمصر والتي بحث الزعيمان خلالها سبل الدفع قدما بالعلاقات السنائية على شط الأصعيدات بالإضافة إلى مستجدات أهم قضايا العمل العربي المشترك وتطورات الإقليمية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر